في إطار الصراع على النفوذ في المنطقة تتجه الإدارة الأمريكية إلى تجديد الضغوط على النظام الإيراني من خلال فرض حزمة عقوبات أكثر وطأة على طهران وأذرعها المسلحة في المنطقة وذلك مع بديء سريان عقوبات صارمة تستهدف شركتين في قطاع النقل البحري الإيراني متهمتين بنقل مواد مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية ويعكف نواب من الكونغرس الأمريكي على صياغة مشروع قانون يتضمن 140 مقترحا جديدا لفرض أشد العقوبات على إيران وميليشياتها في أكثر من عاصمة عربية لتحجيم النفوذ الإيراني وكبح سياسته العدائية تجاه دول المنطقة كما يستهدف ما سماها الأنظمة الخبيثة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك روسيا والصين وتقترح مسودة القانون تسليط عقوبات أخرى على الامبراطورية المالية للمرشد الإيراني علي خامنئي والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بالإضافة إلى قطاعات البتروكيميويات والمالية والسيارات في البلاد وحيال العقوبات في قطاع النقل البحري أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو انتهاء عمليات ما وصفه بالتأجيل السخي مشددا على أن كل من يتعامل مع خطوط الشحن الإيرانية يعرض نفسه لعقوبات محتملة ويندرج هذا الإعلان في إطار حملة الضغوط القصوى على طهران التي تريد واشنطن إظهار أنها تواصل تطبيقها وتكثيفها رغم أن الدولتين تبادلتا مؤخرا سجناء كما يفرض إزالة العديد من الاستثناءات حيث يسمح الاستثناء الأكثر أهمية لإيران ببيع الكهرباء للعراق وبموجب هذا التنازل وقع الطهران على صفقة كهرباء لمدة عامين بقيمة 800 مليون دولار أواخر الأسبوع الماضي ما وفر لطهران موطئ قدم أكبر في الاقتصاد والحكومة في العراق وبموجب خطة الحزب الجمهوري الجديدة ستتخذ واشنطن خطوة غير مسبوقة لمعاقبة الميليشيات المسؤولة عن مهاجمة السفارة الأمريكية ببغداد كما تقترح الخطة إيقاف المساعدات إلى لبنان كونها تسخر لصالح مزيد من النفوذ لميليشيا حزب الله وكيل إيران الذي يسيطر على البلاد وتبحث الخطة أيضا سن تشريع جديد يفوض الولايات المتحدة استخدام نفوذها في مجلس الأمن لضمان إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران وأذرعها التي يبدو أنها ستواجه أياما صعبة إذا وجدت التهديدات الأمريكية طريقها إلى أرض الواقع اشتركوا في القناة